بعد المرونة من طرفي الأزمة إثر مباحثات رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد تتواصل الوساطة وسط تفاؤل حذر في الشارع السوداني بالتوصل إلى نتائج سريعة العودة إلى طاولة التفاوض هي مهمة وساطة مشتركة يقودها الآن محمود درير مستشار رئيس وزراء الاثيوبيا ومحمد الحسن لبات مبعوث الاتحاد الافريقي ومع أن المهمة لا تبدو سهلة غير أن أثيوبيا وبعد أن عبرت عن ارتهاحها لنتائج مباحثات رئيس وزرائها أعربت عن الأمل في أن يتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق قريب أعمل مع الأطراف بما خول لي من رئيس وزراء الاثيوبي كمنذوبه الخاص في هذا الشأن وسيعود إن شاء الله قريبا حينما يتم الوفاق أو الاتفاق على هذه المواضيع الحساسة جدا الأطراف السودانية تدرس الأفكار التي طرحها أبي أحمد للرد عليها وحتى الآن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن هذه الأفكار لكن بعض القوى السياسية السودانية أعطت ملامح عنها هو طرح فيما يخص مجلس السيادة طرح أن يكون هناك المجلس يكون من ستة سبعة من المدنيين وثمانية سبعة من العسكريين وثمانية من المدنيين مهمة الوسيط الأثيبي أعطت بوادر انفراج بموافقة الطرفين على الوساطة لكن أجواء التوتر مزلت مثلة في المشهد مع تواصل دعوات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين لعسيان مدني الأحد وفي غضون ذلك بدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى بعض شوارع الخرطوم لكن الحركة بشكل عام لم تعد كما كانت عليها قبل الأحداث الأخيرة رغم انحصار الوجود الأمني حسب مصادر سودانية من شوارع رئيسية